مفضل لعيبة في النادي الأهلي من وجهة نظرك عمله سيزن السيزن السنائي كان سبب في نجاح الأهلي في السلسائي في تعيي السلسائي بصه طبعا فرقة كلها نجوم من أول عمل غرفة اللبس لحد لعيبة كلها لحد مجرس الدورة لكن أنا بقول لو ما فيش دكة قوية في النادي الأهلي ما كانش يظهر اللعيبة بالشكل ده بشوف ان الشناوي طبعا رقم واحد بتمنى له التوفيق طبعا وربنا يحفظهم جميعا كلهم رقم واحد في النادي طبعا محمد الشناوي من أرجل اللعيبة ومن أهم اللعيبة اللي اكتسبت خبرات في وقته قصير وقدر يكمل المسيرة بشوف ان ايمن أشرف ماشي بشكل كويس جدا من اللعيبة المؤثرة جدا في مكانه رغم انه هو تشخص في مكان غير مكانه اللي احنا عارفينه سبحان الله طبعا ربنا ما بيعملش حاجة ويحش أبدا ايمن تقلق ومزال الحقيقة تحسب المدرب انك تقدر تشخص لعيب في مكان مختلف دي تحسب المدير الفني بشكل كبير جدا بشوف ان السلية وحمدي فتحي وقاليو ديانج من أهم اللعيبة في مسيرة الدور المصري هذا الموسم في خط الوسط طبعا أفشة من اللعيبة المهمة جدا معالي معلول من اللعيبة المهمة جدا المجموعة دي بالذات بالأخص طبعا وليد سليمان من أهم اللعيبة وكان معاهم محمد فتحي اللي قدروا فعلا يعرفوا يستحوزوا على قط اللبس ويعرفوا يخلوا اللعيبة الزغيرة تكتسب خبرات وعارفوا ان هم ازاي يرجعوا بطولة أفريكا اللي الجمهور طبعا كان دايما بينتظرها وانا واحد من الناس كنت بتمنى ان الجيل دو تياخد بطولة أفريكا عشان يعرف ايمية كاس عالم من الاندية اشتركوا في القناة